أهم الأحداث الخاصة بمجلس الوزراء الكويتي لعام 2020 السادس من يناير مجلس الوزراء يقرر الموافقة على مشروعي قانونين بشأن الموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية الثامن من يناير رئيس مركز التواصل الحكومي الناتق الرسمي باسم الحكومة يعلن اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية كونا مؤكدا أن خبر انسحاب القوات الأمريكية غير صحيح الرابع عشر من يناير مجلس الوزراء يوافق على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومتي الكويت والنيجر مجلس الوزراء يوافق على مشروع القانون والجداول الرئيسية للإرادات والمصروفات السادس عشر من يناير سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يشمل برعايته وحضوره افتتاح البطولة الآسيوية التسعة عشرة للرجال لكرة اليد العشرين من يناير مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بشأن اتفاقية خدمات جوية بين الكويت ورواندا العشرين من يناير مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم تعيين ممثلي دولة الكويت في الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة ثلاث سنوات الثلاثين من يناير سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يشمل برعايته وحضوره مراسم رفع العلم بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بمناسبة الاحتفالات الوطنية صدور مرسوم بقبول استقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير السيري وتعيين وليد الجاسم وزيرا بالوكالة السادس من فبراير سمو رئيس مجلس الوزراء يشمل برعايته وحضوره تمرين شامل ستة في منطقة عرف جان نفذته قوة الإطفاء العام الإدارة العامة للإطفاء سابقا الثالث عشر من فبراير سمو رئيس مجلس الوزراء يصل إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر مينخ للأمن السادس والخمسين التاسع من فبراير سمو رئيس مجلس الوزراء يشمل برعايته وحضوره مهرجان حنى لها في حديقة الشهيد العشرين من فبراير سمو رئيس مجلس الوزراء يفتتح مبنى محافظة الجهراء الجديد الرابع والعشرين من فبراير مجلس الوزراء يقرر إلغاء جميع فعاليات الأعياد الوطنية الشعبية بسبب فيروس كورونا السادس والعشرين من فبراير مجلس الوزراء يعلن تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة ويشمل ذلك الطلبة والهيئة التدريسية والكلية العسكرية ومراكز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا مجلس الوزراء يطلق اسم الرئيس المصري الراحل حسني مبارك على أحد الصروح المهمة في البلاد مجلس الوزراء يعلن استقدام فريق طبي عالمي متخصص عن طريق منظمة الصحة العالمية لتقييم الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا 2 مارس صدور مرسوم أميري بقبول استقالة وزير الكهرباء والماء المهندس محمد بو شهري وتعيين وزير النفط الدكتور خالد الفاضل 6 مارس مجلس الوزراء يقرر وقف حركة الطيران مع سبع دول مدد أسبوع ومنع دخول القادمين من أي جنسية كأجراء احترازي بسبب تفشي فيروس كورونا 9 مارس مجلس الوزراء يقرر تمديد العمل بقرار تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية ومراكز وزارة الأقاف والشؤون الإسلامية لمدة أسبوعين إضافيين 10 مجلس الوزراء يقرر إغلاق كل صلاة السينما والمسارح وصلاة الأفراح حتى أشعر آخر 11 مارس مجلس الوزراء يقرر إيقاف إصدار جميع سمات الدخول والتأشيرات الفيزا وتنظيم دخول القادمين إلى البلاد من مختلف دول العالم 11 مارس مجلس الوزراء يعلن عطلة رسمية من 12 إلى 29 مارس بسبب تداعيات فيروس كورونا مجلس الوزراء يقرر تعليق جميع رحلات طيران التجاري المغادرة والقادمة إلى مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر مجلس الوزراء يقرر منع التواجد داخل جميع أنواع صلاة المطاعم والمقاهي بما فيها تلك التي داخل مراكز التسوق وأغلاق الأندية والمعاهد الصحية الخاصة 12 مارس الحكومة الكويتية تطلق موقعاً إلكترونياً لمتابعة التطورات المحلية لفيروس كورونا 16 مارس مجلس الوزراء ينشئ صندوقاً موقعاً لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتلقي المساهمات النقدية المقدمة من مختلف المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة لمواجهة كورونا 21 مارس مجلس الوزراء يقرر حظر التجول الجزئي اعتباراً من 22 مارس حتى إشعار آخر 26 مارس مجلس الوزراء يقرر صرف راتب شهر لجميع الطلاب والطالبات الكويتيين المبتعثين للدراسة بالخارج ووقف إجراء المؤتمرات السحفية التي تتم بالمشاركة بالحضور الشخصي السادس من أيبريل مجلس الوزراء يقرر فرض عزل تام لمنطقتين جليب الشيوخ والمهبولة مجلس الوزراء يصدر قراراً بتعديل مدة حظر التجول مجلس الوزراء يوافق على طلب وزارة الصحة باستقدام فرق طبية متخصصة لتقديم الدعم والمسندة للأطقم الطبية العاملة في الصفوف الأمامية مجلس الوزراء يكلف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات القانونية بمسألة المتسببين في وجود عمالة وهمية ومحاربة تجار الإقامات التسع من أيبريل مجلس الوزراء يوافق على مقترح وزارة التجارة والصناعة بشأن اعتماد تطبيق نظام إلكتروني لحجز مواعيد للذهاب لمراكز التسوق والجمعيات التعاونية لجنة الدعم التكنولوجي والتقنية لأزمة كورونا تطلق موقع معاكم المتضمن بيانات المواطنين في الخارج وتسهيل إجراءات عودتهم الثالث عشر من أيبريل مجلس الوزراء يطلق خطة إجلاء المواطنين من الخارج على خمس مراحل العشر من أيبريل مجلس الوزراء يقرر تعديل موعد حظر التجول الرابع من مايو مجلس الوزراء يحيط علما بتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد بالتبرع بـ 40 مليون دولار مقدمة مناصفة من كل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتكون جملة قيمة التبرع بمبلغ وقدره 100 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية العاشر من مايو الحظر الشامل للتجول يدخل حيز التنفيذ الساعة الرابعة عصرا الخامس والعشر من مايو مجلس الوزراء يقرر الموفقة على الآلية المقترحة بتوجيهات أميرية في مكافأة وتكريم الموظفين العاملين في القطاع الحكومي المكلفين العمل لمواجهة انتشار كورونا على أن يتم صرف المكافأة عن فترة العمل اعتبارا من 24 فبراير وحتى 31 مايو 2020 الثلاثين من مايو حظر التجول الجزئي يدخل حيز التنفيذ الثامن والعشرين من مايو مجلس الوزراء يقرر فرض عزل تام لمحافظة الفروانية بكاملها مع عدى منطقة واحدة الثامن والعشرين من مايو مجلس الوزراء يقرر اعتماد خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية على مراحل الثالث من يونيو سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يؤكد خلال استقبال رؤساء تحرير الصحف المحلية بحضور وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس الادارة المدير العام لبكالة الانباء الكويتية كون ان ملاءة الكويت المالية ممتازة لكن هناك بطءا في الاصلاحات الاقتصادية الامر الذي يقتضي اعادة هيكلة الخلل في الاقتصاد الخامس والعشرين من يونيو مجلس الوزراء يعتمد قرارا بانشاء اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة كورونا التاسع والعشرين من يونيو مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم اتفاقية بشأن التعاون الثقافي والفني بين الكويت وسريالون مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم اتفاقية بشأن التعاون الثقافي والفني بين الكويت وسريالون مجلس الوزراء يوافق على مشاريع مراسيم اتفاقيات بين الكويت وبوركينا فاسو مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين الكويت وغامبيا وجدول الطرق الملحق بها التاسع والعشرين من يونيو مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت ومملكة هولندا بشأن الخدمات الجوية الثلاثين من يونيو عودة العمل في الوزرات والدوائر الحكومية التاسع من أغسطس سمو رئيس مجلس الوزراء يعلن تقديم واحد وأربعين مليون دولار لمواجهة كارثة انفجار مرفأ بيروت الثامن عشر من أغسطس المرحلة الرابعة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية تدخل حيز التنفيذ الثلاثين من أغسطس يرفع حظر التجول الجزئي في البلاد السابع من سبتمبر مجلس الوزراء يقرر الموافقة على مشروع قانون على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين الكويت وجنوب السودان وعلى مشروع قانون البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصن البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية الخامس والعشرين من سبتمبر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يؤكد في كلمة في الدورة الخامسة والسبعين الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مساهمت الكويت بنحو مائتين وسبعين مليون دولار في إطار تحمل مسؤولياتها بدعم جهود المجتمع الدولي بمحاربة وباء كورونا الثامن والعشرين من سبتمبر مجلس الوزراء يوفق على إعادة فتح منفذ العبدالي البري الحدودي مع العراق التاسع عشر من أكتوبر مجلس الوزراء يوفق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشيعي السادس عشر السادس والعشرين من أكتوبر مجلس الوزراء يقبل استقالة وزير الأعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري التاسع عشر من نوفمبر مجلس الوزراء يقرر الموافقة على مشروع مرسوم بتعيين الفريق أو المتقاعد الشيخ أحمد النوافل أحمد الصباح نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير ورفعه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الثاني من ديسمبر سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يؤكد في كلمة بالمؤتمر الدولي لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني إعادة توجيه ما تم تخصيصه للبنان بمبلغ 30 مليون دولار لإعادة بناء صوامع الغلال التي دمرها انفجار مرفأ بيروت سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يقول في كلمة له خلال الملتقى الوزري الرابع إن الفترة الزمنية القصيرة لعمر الحكومة الحالية شهدت إحالة 57 قضية تعد على المال العام وألف و42 جنحة تعد على أملاك الدولة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يقول في كلمة أمام الملتقى الوزري الرابع إنه تم تسجيل 42 حالة وفاة وإصابة 9000 في الصفوف الأمامية لمكافحة كورونا الثالث عشر من ديسمبر سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يؤكد في انطلاق فعاليات مشروع كفاءة الكويت لفرص مستقبلية ملتقى كفو أن المشروع وهو جهة حاضنة للشباب يعتبر من أهم المنصات لدعم الأفكار المبدعة وتبني الكفاءة الشبابية الرابع عشر من ديسمبر مجلس الوزراء يعقد اجتماعه برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بعد أداء القسم الدستوري أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الخامس عشر من ديسمبر سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يؤكد في كلمته في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة إيمان الحكومة بأن التعاون مع البؤسسات الدستورية هو حجر الزاوية في تحقيق الممارسة الديمقراطية السليمة واستقرارها الواحد والعشرين من ديسمبر مجلس الوزراء يقرر تعليق رحلات طيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وأغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية الرابع والعشرين من ديسمبر سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أول من يتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 إذاناً بانطلاق حملة التطعيم ضد الفيروس في دولة الكويت